من هذا الجامع يمكن أن تكون مقتصادية كبيرة في المغرب بسبب هذه المعاونات التي تمشي للناس المتضررين من ذلك أيه كما تسمعوا مقتصادية كبيرة والله يستر ستقولوا ألا كيف هاشنو كتقول واش نخلي وجوك الناس المتضررين من ذلك أنه يموت بجوء سنقول لكم لا ما شاء تنقصد وكي تفهموا مزيان تسنطوليا وكي تعرفوا ما هو واقع حاليا باقي تبرعات تجمعوا باش يمشيوا الجبال والمناطق المتضررة هذا الشيء مزيان ولكن خيب في نفس الوقت أي خيب ويقدر يدي بنا الواحد الكبيرة كبيرة وكبيرة بزال حتش يقول واحد المثال الشيء إن زاد على حده ينقلب إلى ضده أولا سنبدأوا بالمعاونات التي تجمعوا لهذه النسهج وراء الأغلبية من هذه المعاوناتها عبارة عن ماكلة مواد غذائية والتي تجمعهم الجمعيات أو تعاونيات يعني إما تشريهم أو تأخذوا التبرعات من الناس لإشكالنا فين كان أنه كان ينشي ناس كترشق لهم وكان يمشي ويجدوا تبرعات تديروا واحدة البلاصة في الشريع تقولوا هنا تبرعات لأصحاب زيلا كذا إلى آخرين وهذه النس هذو كان فيهم صناع محتوى وراء معدومش الحق أنهم يجمعوا هذه التبرعات هذو بدون إطار قانوني أي كما تسمعوا لأنهم يجمعوا التبرعات من عند الناس بدون جمعية أو تعاونية أو إطار قانوني وأنا وإنت وإنت كمتبرعين لهذه الناس اللي تزرروا مدرزال كان يرتكبوا خطأ كبير وكبير بزاف والذي هو أننا لم أسألوه هذوك الناس اللي يجمعوا التبرعات وكما عندهم إطار قانوني أو يجمعوا التبرعات ويجمعوهم عندهم للغاراج أو لكاب أو يعودوا ويبيعوهم لأن الناس يستغلوا هذه الترفية في هذه البيئة ويجمعوهم في التبرعات ويجمعوهم عندهم للديور ويعودوا فيهم بيع بحيث أنه يأتي واحد الرجل أو المرامسكينة ويجمعوا بوديزة الزيت من عندها ملطار ويجمعوها على أولادها أو يجمعوها على أولادها ويجمعوها لتطوع بها الصحة الجزال ويجمعوها على أولادها ويجمعوها على أمام الشفقة ويجمعوها على أحد لكاب أو شيئا بحيث ويبيعوها حشو مو الله صراحة ولذلك أختي وخي أنكم إذا أريدوا تبرعوا أرأي عندكم الحق أنكم تسولوا تسولوا هذوك الناس وماذا عندهم إطار قانوني وتقول لهم كونتو مو وفين سيتمشيوا بهذا الطاب الرعات التي سيعطيها لكم وأبر الإطار القانوني وهذا الروينة كاملة التي أضرت عليها فره الجمعيات خاصة لهم لا يجمعوها الطاب الرعات تديروا الحسابات تديرهم الدقيقة وإن ضوار يستحق هذه المعاونة هذه التي سيعطيها ورغم فيها بس بنجم أنه يضبر على النمرا شيخ القبيلة أو شيخ مقدم إلى باقي نحيين ويسألوهم ويقول لهم يعطيونا ما حال من النسمة التي متضرها من هذه المزالة لكي تحسبو هذه المعاونات وتديرهم لذلك الضواور التي يستحقوها حيث أشركين حاليا الضواور وصلوا إلى المرتبة لأنهم بالضروف النعمة أي تديروا كما تسمعوا يعني الماكلة فهذا الضواور حيث الجمعيات مدارت الحسابات وغير تديرهم المعاونات ومعارفين مين يديرهم هذه الماكلة مجتعة هذه المعاونات ومعارف قيمة قيمة وضعها ومعارفين بدافة باقي ومعارفين ويقول لهم يعني لا أعرف ما سأقول لكم ومعارفين ومعارفين يقومون ومعارفين 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 بالصح لماذا؟ حيث المثالي يجمع المعاونات ويجمع بلاسة قريبة وراء هذا الشيء كامل وصل لما ماما فرنسا وراء يدروع لنا الكاليكاتور ويقصفوا فينا بالصح لذلك خاصنا نحبسوه باركة هذا الشيء زاد على حدو كنت شفت الفيديوه في فيسبوك شفت بأن شيء وحدين يجبوا بزاف بالرعاة وهم سيكون باقي ما وصلته ما يجبوا فيه التاشي واحد يعني ما يجبوا التاشي بشر بشير يعطيه معاونات هيداش الأغلبية على ما أظن بحوولهم الديوان وراكنت هاي المسافر كنا في الطريقة نشوفوه بزاف الكاميونات و بزاف الرموكات الرموك مراخوة يعني راه بزاف دي المواد الغدائية سيضيعوه وهذا الشي كامل راه يقدر يدين الواحد الأزمة كبيرة وكبيرة كبيرة بزاف أكثر من الزلال حدث المخزون المواد الغدائية في المغرب سيضيعوه وراه يقدر نصدقوه في واحد غلاء أسعار جديد بلا هذا اللي تنعيشوه حاليا وراه أبسط مثال هو مرجان قبل هذا الكريته هذه كانت البكية دي الحليب كانت تسوي 58 درام حاليا راه زادوا فيها وداروها خمسة وستين درام وراه الرأس مليارة ما كتعرفش ليك الفاقير ولا انت ما ما يتسوقوش لك المهم الشركات يربحوه وراه هذو كل ما متضرينش من الزلال هم اللي غادين يخلصوا هات الشي ايه كما كتسمعوه هم اللي غادين يخلصوا هات الشي ونزيجكم راه ننزل الجبال ما خصهمش الماكلة خصهم الإيواء معلم خصهم فين نعسوه شي حاجة تخرجون من هذا البرد هذا وهذه اليامات القادمة يقدر يطح التلج يعني راه مشكلة كبيرة التريري والتريري وراه هذه القضية جيل الماكلة اصلا اصلا الناس اللي يمشيوا ياخدوا التبرعة يعني تجيوهم لهذه الناس تلقوهم يعني قيمة الطيافة يعني راه هذ الناس اللي في الجبل فيهم بزاف جيل احترام كده تخرجوا بزاف جيل الماكلة اللي مدوش لهم هذة المعاونة هذو كده تخرجوا أملو أرقان الخبز ديال تفرنت كده وتديروا الضيافة لهذوك الناس اللي جايين باش يطبرعوا لهم يعني راه ماشي الماكلة فاش بقاج بقاج في الايواء ام علم الماكلة راه كاينة الحمدلله وما تفهمون اش غلط ايه فغيموا غادي تخصوهم شي شوية ديال الماكلة ولكن ماشي ديك الواتيرة اللي غاديها لهم ونرجعوا التاني لذوك الناس اللي تطلعون الجبل باش دول معاونات فره هذ الناس هذو اللي تطلعون عندهم واحدة ثقافة اللي يقدر نقول بانهم ربين تلواحة درجة اللي ما كتتصورش ورا هذوك اللي تطلعوا تطلعوا معاوهم واحدة ثقافة اللي شوية ما شتاله فره الشورط بالنسبة للدراري راع عيب وعار بالنسبة لذوك الناس اللي كايين في الجبل وكذلك الدريات اللي تطلقوا الشعر ديالهم تيلبسوا التجين كده راه هذ الشي ممنوع في الجبل حي ديك التقافة ديال انك تطلق الشعار او لا تلبسي سرواليات جين او لا تلبس الشورط لك شي غدا يتطروا به الدراري والدريات الصغار اللي كين في هذه المناطق هذو ويقول توا ما علاش ما نلبس شعنا سرواليات جين مزيار ونطلق الشعار كده لك الشراء خاصنا ضروري 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 اننا نحترموا دقافة ديالهم ديال هذو هذو ودراري انهم يلبسوا ويلبسوا شي جلبة ديالهم ناضي كده وكذلك الدريات يلبسوا شي لكم عارفين شي جلبة لاتهي وضعوا المعاوانات وتنزلوا ديريكتومات ننتقل الى هذو اللي تعطيه ويصوره في نفس الوقت بغيت غير نعرف واجنتوما كتصدقه في سبيل الله او اللي كتصدقه في سبيل الاتسنس اللي صدقش حاجة بلا ما يصور ديريكتومات الدراري بلا ما يصور صاف يعطيه ونزل بحالاتك وهذو اللي تعطيه ويتحرش وبنات الدوور راه نورمال ما عندهم الحبس وراكين واحد القانون تمنع انك تصور الدراري الصغار وحتى البالغين بدون موافقته واسمعوا معهم زيان شنوتي يقول القانون المغربي في هذا الشي هذا يقول السيدي بعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساة والتشاير قدم قانون رقم 1313 متعلق بمحاربة النساء في أبريل الماضي هذا يعني ثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي وأصبحت هذه السلوكات تقعوا تحت بوند الانتلاك خصوصية الغير يعني هذا القانون عدلوه ودروا فيه انك ممنوع تصور شي دري قاصر وهذا القانون عدلوه في 2018 لذلك كنتمنى انه تشيح بسانه بباركة من شعوره في المغرب وللتذكير فرد دولو طلقت بزف جل الأرقام الخضراء بالتبليع عن الضحية اللي محتمل أنهم تستاغلوا فهذه الطرفية هذي